رحمة الله الكير ناوي من منا لا يعرف الشيخ الذي يقف واثق الخطى ثلاث ساعات أو أكثر وهو يفحم المنحرفين ويحطم سفائن أحلامهم على صخرة ردوده القوية وحججه الراسخة رغم ما غزته بوادر الشيب والضعف البدني من منا لا يتحمس لكلمات صريحة صحيحة إنجليزية تارة وأردية أخرى توضح للسائلين الناصحين المنهج الإسلامي المستقيم من أن يشق الصراط السوي في زمن الفتن والإحن إنه الشيخ العالم الهندي الجليل أحمد ديدات بطل المناظرات وناصر الإسلام مفند مزاعم الضالين سنا بسن وعينا بعين فتلك رحلة بائع أقمشة إلى عالم بعيد الغور في الأسفار القديمة والكتب السماوية ليكون للأمة بقية السلف وقدوة الخلف وحياة الشيخ مليئة بالمغامرات زاخرة بالدروس والعبر التي تلهم الدعاة حماسة وهمة وتزودهم القوة والطاقة للمضي في دروب الدعوة رغم عواصف المشاكل ورعود التحديات إذن ما عوامل الرحلة وبواعث صناعة داعية في روح البائع الذي لا تثيره إلا مساومات الزبائن وأحاديث الربح تلك هي قصة جميلة طويلة أودعها الله في صلب الزمان ليلد عالما في زمن كانت العدات ترتع وتسرح عربدة في ربوع الأمة ولا تدخر وسعا في تشكيك عقائد المسلمين وتقليل شأنها ومحاولة تشويهها وتصويرها بشكل سيء حتى جندت جنودها للهجوم على شخصية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم والإطالة في الإساءة إليه ومحاولة النيل من كرامته الشريفة في سلسلة من الخطابات والكتب والأفلام حاصرت الأمة من كل الجوانب لتقصف آمالها والأكثر منه خطرا وضررا أن أصبح المشهد السياسي في فترة الأربعينيات والخمسينيات ومحاولة مسرحا لتهريب المبشرين في ظلال الاستعمار والصراعات الداخلية التي خلفتها أنقاض الاستخرابيين في البلاد الإسلامية فاحتلت كل المدن التي كانت تنبض بجمال الدين والقرآن فشوهت المساجد والمدارس بل هدمت لتكون مجرد رموز لا معنى فيها حتى وهب الله لهذه الأمة بطلا مقاوما يأبى الاستسلام للتشكيكيين والاستشراقيين في عام 1863 جرت المناظرة الدينية بين الشيخ الكيرانوي والقسيس فندر حتى انقلب السحر على الساحر وأثرت المناظرة تأثيرا بالغا في توسيع رقعة الإسلام وتجلية صورته المشوهة وأعقبت نتائج إيجابية كبيرة فقصة رحلة أحمد ديدات من التاجر إلى المناظر ومن المحلات إلى المنابر تعود إلى كتاب رائع شامل اسمه إظهار الحق لمؤلفه الهندي رحمة الله الكيرانوي فإنه كتاب جاء لسمه تصديقا ولمفهومه تحليلا وتحقيقا في الواقع كان هذا الكتاب أولا وآخرا مرجع الشيخ ديدات حيث سبر أغواره وشخص عباراته ووقف وقفة موسوعي محنك على التحريفات والتصحيفات التي قام بها القساوسة والتهم ما فيه ليطلع على كل المكايد التي تحوقها النصارى وتآلف مع هذا الكتاب تآلف البنين مع أمهم فاحتضنه سطرا سطرا ما قيمة هذا الكتاب وما عبقرية مؤلفه حتى يلهب في الدعاة روح الإرادة القوية ويبعث فيهم همة وعزيمة صادقة من هو رحمة الله الكيرانوي صاحب إظهار الحق ولد عام 1233 للهدرة 1818 للميلاد في أسرة تتمتع بأريحية العلم والتقوى وسعة الثراء والجاه تنحدر من أصول كريمة ذات مكانة تاريخية في صفحات الهند تنتهي إلى الخليفة الثالث عثمان بن عفان إذ كان أجداده من العلية المقربة من المملكة المغولية حتى نال عدد من أجداده مناصب عالية في امبراطورية المغول في الهند وكان جده السادس عبد العليم الطبيب الشخصي للملك أكبر المغولي وتبحر في الطفولة في اللغات العربية والأردية لسان حال مسلم الهند آنذاك كما تعلم الفارسية ومكن منها تمكينا كبيرا زودته بسعة الاطلاع وعمق القراءة في الكتب المتنوعة حفظ القرآن الكريم في الثانية عشرة من عمره وأتقنه وبعد أن أتم دراسته في كيرانه ارتحل صوب دلهي التي كانت حاضنة العلماء ومهبط المثقفين فالتحق بمدرسة الأستاذ محمد حيات ثم اتجه إلى لكنهو قرطبة الهند كما يسمونها وتلقى العلم من المفتي سعد الله والإمام بخشن الصهباني والطبيب محمد فيض ثم عاد إلى بلدته كيرانه وأسس فيها مدرسة شرعية خرجت أبطالا لهم العطاءات المستمرة في مجالي التدريس والتأليف شغل منصب القاضي والمدرس في بلدته كيرانه شمال الهند وعاش فترة الفتن والفساد التي أطلقها الاحتلال البريطاني هدفا إلى تفكيك وحدة المسلمين وتشتيتهم نحلا ومللا فخاطوا لها مؤامرات طويلة فجمدوا كل مستنهضاتهم من الأمة واعتقلوا العلماء وأذلوهم وأنزلوهم من كراسي شرفهم وبحثوا عن المرتزقين المتملقين لكن عادت كل هذه المحاولات بخيبة أمل حتى استوردوا مبشرين من الدول الأوروبية وبدأوا يتحدون الإسلام والمسلمين ويطرحون تساؤلات لجس نبض الأمة حتى أن لاحظها رحمة الله الكيرانوي فلم يلبث ولم يتوانى في الاستجابة فانبرى بقلمه السيال لتأليف كتاب يضحض مزاعم المبطلين ويظهر الحق الأبلج ويقيمه بعد أن كان أعرج يتعثر في الطرق الوعرة التي شقها أعداء الدين منذ سنين كان من أبرز المنصرين الذين بعثتهم إنجلترا لنشاطات تنصيرية في الهند القس كارل بفندر حيث كان كاثوليكيا في أول حياته ثم تحول إلى البروتستانتية والذي تمتع بقدرة وافرة لأسر قلوب العوام وجذبهم إلى خطبه التنصيرية ألف كتاب ميزان الحق ليزرع في ضعفاء القلوب بذور الشك والازدراء من الشريعة الإسلامية حتى كاد ينجح في مهمته لو لا تنبه إلى خطورة هذه الخطة البشعة علماء المسلمين فتصدوا لذلك من خلال كتبهم العديدة لكن الاحتلال وقف في صالح بفندر ليتقوقع المسلمون في مأزق مصيري يقضي على حريتهم ظل هذا الكتاب المضل يغزو البيوت لما كان يجمعه من التهم والطعنات على الإسلام فكان من الواجب الاجتماعي تنظيم مناظرة علنية مفتوحة أمام الجمهور فلب بفندر طلب الشيخ الكيرانوي حتى شهدت الهند أكبر حدث ديني يفصل الأمور ويحسمها أبل الشيخ بلاء حسنا في الذب عن الإسلام والدفع عنه وإظهار فساد هؤلاء المبطلين المضلين لتبقى راية الإسلام خفاقة عالية لا يغبرها تراب ولا يعلوها شك لأنها رسالة سماوية سمحة تدعو إلى التفكير ونبذل انغلاق توفي الشيخ الكيرانوي عام 1891 في مكة المكرمة ليلة الجمعة من شهر رمضان ودفن في المعلاة بالقرب من أم المؤمنين السيدة خديجة عن عمر يقارب خمسا وسبعين سنة أصبح الشيخ ومناظراته وكتابه إظهار الحق حديث الألسن وملهم الدعاة وملهب حماستهم وبقيت مآثره عصية على مر الزمان وأسهمت في إنجاب علماء ودعاة يرابطون على ثغور الأمة الإسلامية لا يفترون ولا يتوانون حتى شهد القرن العشرون انتصارات المناظر المذفر والداعية المنتصر الشيخ أحمد ديدات ومن بعده تلميذه الواعد الدكتور ذاكر نايك ليكون ذاك الشبل من ذاك الأسد تلك هي مسيرة الدعاة الحارس اليقظ المرابط في ثغور الدين وقيد الله لهذه الأمة من يدافع عنها ويعلي على جميع الرايات رايتها اللهم آمين